موسيقى أهلنا حبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم عن موضوع في غاية الأهمية موضوع تجديد الذهن ما هو المقصود بالذهن المتجدد وكيف يتجدد فهذا موضوع في غاية الأهمية هذا الموضوع طبعا تعبير عن الشخص والكيان والهوية رح نتكلم عن الذهن كيف بيتجدد كيف بتحميه وإيه المقصود بالذهن المتجدد أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة لأنه رح تكون سبب بركة لحياتك وفهم على فكرة فهم هذا الموضوع بساعدنا نفهم قصد الله وبساعدنا نفهم إيه المضمون وإيه المطلوب في كلمة الله وكم نحتاج إلى هذا الموضوع وليه ليه الكتاب المقدس بشدد على هذا الموضوع ولسيما في الرسائل الرسائل بولوس اللي بطالب ويحث المؤمنين أن يتجددوا بروح ذهنهم فإذن حلقة مهمة جدا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى أهلا أعزائنا مشاهدينا يسرني أن أستضيف شخص عزيز على قلبي أخ وصديق من زمن طويل بحب أقدم القصيس رضا عدلي وطبعا هو شخصية معروفة بتشوفوه كثير على القنوات له تاريخ سواء في ترانس وولد ريديو محطة مونتو كارليم كيلر بينا نسمع الأسيس رضا كان راعي كنيسة الأسباكية في القاهرة بمصر وخادم مؤلف وطبعا ممكن نحكي مجلدات عنك يا أسيس ولكن احنا فرحانين أنك تكون معنا في برنامج ليك النور أهلا وسهلا فيك شكرا لك يا أسيس نزار للتقديم الجميل الرائع الممتع من شخص طبعا يعرف يقدم الطيوف بتوعه مش لأن ضيف التعبان ده يستحق لكن لأنك أنت كريم يعني كتر ألف خيرك ربني باركك أسيس رضا رح نتكلم عن تجديد الذهن ما أعتقدش أنه كل واحد عم بشاهدنا نفاهم إيه يعني المقصود بتجديد الذهن إذا ممكن توضح الفكرة الحقيقة أنه الزهن في الأول لجب أن يكون عارفين ما هو الزهن في عدة حاجات بسيطة ممكن تفهمنا ما هو الزهن ممكن يكون أبسط حاجة هو أن الزهن هو الحصالة اللي فيها بتودع كل الخبرات والعلاقات والاتصالات والتجارب سواء الكات المادية أو العاطفية أو الفكرية أو الدينية أو الروحية أو غيره هو مجرد الحصالة اللي ربما ربما زي ما بيقول بعض العلماء الحصالة دي بتبتدي أم ابنة ولد يعني فيه جينات بتعطي بيانات ومعلومات وإلى آخره وبتتشرف الحصالة دي اللي هنسميها دلوقتي إحنا كده كلنا مع بعض حصلت الزهن لكن فيه شيء تاني يعني بيقولوا أن الزهن مش بس الحصالة لا الحصالة دي اللي بواها بيشتغل مع بعضه يعني عارف الحصالة ما نمسكها كده إحنا عيال زغارين وكنا نحط الكوينز التعريفة والإرش والشيلين والواوي إلى آخره نسميها الججة الله يفتع عليك فتحة فاخرة دنيا وآخر فكنا نحرك الحصالة كده من المبسوطين حيال زغارين ومؤكد أنت برضو كنت طفل صغير في وقت بالأوقات يعني وكان عندك حصالة يظهر فهو المحتويات دي كلها اللي هي الفكرية والعاطفية والروحية والذهنية والجسدية والعلمية وغيره بتتفاعل كلها مع بعضها لكن كمان في شيء آخر يبقى دوقتي عرفنا أن هي الحصالة وعرفنا أن الحصالة دي كمان الحاجات اللي جواها بتتفاعل مع بعضها الشيء الثالث هو الزهن هو النضارة اللي بشوف بيها اللي في الحصالة الحصالة دي تتحول إلى نضارة وبالتالي الخبرات اللي بتتفاعل مع بعضها دي أصبحت النضارة اللي بشوف بيها عشان كده نضارة حضرتك تختلف عن نضارة حضرته تختلف عن نضارة حضرتها تختلف عن نظارة الإخوة اللي بيشتغلوا معنا هنا في الكروف في الستوديو الجميل الحلو ده بتاعه لياكو النور وبالتالي كل واحد بيشوف على قد الحصالة بتاعته عشان كده حصلت الشخص اللي عنده نظارة الشخص اللي عنده في الحصالة معلومات روحية تختلف عن الشخص اللي عنده معلومات عالمية رياضية اقتصادية تجارية خبرات مؤلمة خبرات مفرحة النشأة والبيت اللي تولد فيه فبالتالي النظارة دي بتختلف وهي بتشوف ايه اللي جوه الحصالة أو الحصالة دي بتصبح هي النظارة اللي أنا أو العدسة اللي أنا بشوف بيها الأمور وبالتالي الذهن هو المحتوى لكل هذه الخبرات اللي بيها الإنسان بينظر إلى الأمور ويقيمها وياخد قراراته ويستقبل الخبرات بناء عليها طبع ده المقصود بالذهن والسؤال اللي يليه التجديد لأنه دائما لما بيذكر الذهن بيتكلم عن تجديد الذهن شوف يا عسيس نظار لازم في الأول نعرف كلمة تجديد أو جديد ايه فيه كلمتين في الكتاب المقدس بيستخدامهم وفي كل الدنيا كمان فيه جديد من ناحية التوقيت فنقول مثلا يوم جديد اسبوع جديد سانة جديدة مش كده فجديد من ناحية التوقيت وفيه جديد من ناحية النوع فنقول مثلا ايه كاميرا جديدة استوديو جديد طبعا فيه استوديوهات قبل كده وكان فيه كاميرا قبل كده نقول ألم جديد أنا معاه ألم انبارح حد الدهول يهدية حلوة هو وصريب بس ألم جديد لكن أكيد مش جديد يعني ما حصلش قبل كده لا لكن هو حصل قبل كده لكن النوع لكن جديد نقول عربية جديدة نقول وظيفة جديدة نقول سكن جديد فجديد إما في الزمن أو جديد إما في النوع لكن الزمن ده حصل قبل كده والنوع ده حصل قبل كده يبقى النهاردة إيه اللي نقصده إذن لما بنكلم عن جديد بالنسبة للزهن الحقيقة لما كتاب مؤدس يكلم عن جديد بالنسبة للزهن بيكلم عن شيء جديد خالص إزاي؟ يعني مثلا لما يكلم يقول سماء جديدة وأرض جديدة لما يكلم عن آدم الأول وآدم الأخير أو لما يكلم بصورة أوضح شوية يكلم يقول خليقة جديدة زي ما انت عارف وانت شاطر في حفظ الجواد الكتابية كورينثو 6.5.17 اللي بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة خليقة جديدة يبقى النهاردة الشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا برافو عليك يبقى النهاردة إحنا الفكرة بتاعة خليقة جديدة مش حاجة من حاجة قديمة زي يعني مثلا ألم جديد أو يوم جديد لا شيء جديد جديد حاجة جديدة بالتمام ليه؟ لأن الأشياء العتيقة إيه؟ قد مضت وهو ذا الإيه؟ الكل قد صار جديدا يبقى النهاردة الرب بيكلمنا عن هذا الأمر عن تجديد الزهن وبيقول ده شيء جديد خالص مختلف تماما عن الشيء القديم اللي كان عندكم خليقة جديدة وبيطالبنا أن نعيش بيها بالفعل بحسب الفكر الكتابي ولكن طبعا في مدارس كتير في موضوع الذهن إذا ممكن تعطينا فكرة عن هذا الموضوع أسيس رضا لنعاوز نفوت في الحاجة الكتابية الحقيقة أنه تجديد الزهن أخد اتجاهات كتيرة جدا 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 مثلا تبص تلاقي فيه اتجاه القامع يعني أنت عايز تبطل عادة اضغط على نفسك وإلى آخر وفيه بقى مدهر في الشرق الأقصى اللي يعودوا مش عارف على إيه اللي يخشوا في إيه أقمع الجسدي زي ما بعض الناس بتفتكر أنه هو يعني نوع من أنواع القسوة وفيه مدارس تانية مثلا زي الهوايات مثلا عايز تعمل تجديد للزهن فأعمل هوايات أعمل هواية المشي أعمل هواية الركض أعمل هواية التنس كرة قدم بدل ما بتشجع نادي الأهلي شجع الزمالك بدل ما بتشجع ليفر بول شجع منشستر سيتي بدل ما الهوايات دي فالهوايات الرسم الموسيقى التسلق الجبال التنس وهلوم مجر ففيه ناس بيقولوا تجديد يتعين عن طريق الهوايات فيه ناس تانين بيكلموا عن الإحلال والإبدال يعني تعمل حاجة بدل حاجة يعني لو أنت بتشرب سجير حاول أنك أنت تشرب سجارة على مدى طويل وحاول أنك أنت تخلي الحكاية كده وحاول أنك أنت تنص مش عارف إيه وأنك تاكل إيه وأنك تشرب إيه فتعمل عملية إحلال وإبدال فيه ناس بتتكلم عن طريق الأهداف الجديدة لما تحط هدف جديد قدامك يبقى إذن أنت بتعمل تجديد لذهنك وتجديد لأيامك وغير برامجك وحط هدف جديد وعيش حياتك عيش حياة سعيدة وواء إلى آخره أو عن طريق تحريك الإرادة وتبص تلاقي حتى في حياتنا في كتير جدا من الوعاظ يقولك أنت تملك الإرادة أنت تقدر تعمل مش عارف إيه وكأن الإنسان فعلا عنده إرادة حرة رغم أنه هو مستعبد للخطيئة بالفعل فالفكرة فيه مدارس كتيرة جدا بالنسبة لتجديد الزيرمن ضمنها مثلا الصوفية اللي بتقول أن الإنسان عنده قدرات داخلية يستطيع بها أنه هو يتواصل مع النور الإلهي ومع الحضرة الإلهية ومع الإعلان الإلهي عن طريق القدرات الذاتية الموجودة وبيقولون أن كل الحاجات دي عن طريق التدريب والطموح وتغيير الأهداف ونمط الحياة وكتساب عدد جديدة بيقولون أن ده كله ممكن يبقى بيعمل شيء زي تجديد الزهن أو حاجة زي كده ولكن الكتاب يصف الإنسان أنه عاجز بدون الرب عاجز فهذا اللي احنا عوزين نتكلم عنه طالما أنه بيتكلم عن هذه المدارس كنت في كافي سؤال وهذا السؤال إيه الفرق بين الذهن والعقل يعني مرات إحنا بنقول ذهن ومرات بنقول عقل أو مخ أو كده إيه الفكرة من الموضوع الحياة العقل هقولك الحكاية دي كان البابا شنودة قال عبارة جميلة جدا كنت بكلم فيها معك قبل ما نبتدي البرنامج ده وكان بيقول إذا كان العقل هو الذي يقود الإنسان فمن الذي يقود العقل إذا كان العقل هو الذي يقود الإنسان فمن هو الذي يقود العقل سؤال حلو وكان طبعاً البابا شنودة صاحب فكرة وفلسفة وهو إلى آخره وسؤال في محله وبرضه له علاقة بالسؤال بتاع حضرتك بتاع العقل وكده يعني طبعاً إحنا عايزين نقول الآتي لما ناخد بقى لغة الشباب بتعلمين دول اللي حضرتك بتنتمي إليهم واللي أنا لن أنتمي إليهم باعتبار أن أنا أصبحت عندي دلوقتي جاوزت السبعين وقربت على الخمسة والسبعين أو الأربعة والسبعين المهم لو قلنا مثلاً الكمبيوتر عبارة عن حكتين عبارة عن هارد وير وعبارة عن صوفت وير وإنت أقدر مني عارف أن الهارد وير اللي هو الجهاز نفسه مش كده والصوفت وير دول البرامج اللي جوه الهارد وير فالهارد وير ده سهل جداً اللي هو الجسم الدماغ العينين الودان المخ زي ما احنا بنقول أو العقل ده ما فوش مشكلة المشكلة الكبيرة مش في الهارد وير مش في ودني ولا عنية أنت عنيك حلوة أنا عني ممشيشة شوية لكن ولا في شعرنا اللي خف ولا دماغتنا نزال حجر على اعتبار أن أنا راجل مصري أصيل وأنا كمان الصعيدي وأنا كمان الصعيدي لا ما أنت عارف برضو فيه خليلة في فلسطين وفيه السلطية في الأردن وفيه الحمامسة في سوريا فأنت عارف إحنا منتشرين وكلنا في النهاية هتلاقي نفسنا نفس العجينة يعني روحنا ولا جينا إحنا لا ده زاد ولا ده نقص يعني فإحنا عندنا الهاردوير اللي هو الجهاز نفسه جهاز الكمبيوتر نفسه وعندنا الصوفت وير الصوفت وير هو البرنامج إحنا المشكلة مش في الهاردوير المشكلة في الصوفت وير الصوفت وير ده إحنا مش عايزين واستخدم كلمتين أنت تترجمهم ليعمل معروف لأنك إنت باعتبارك راجل عايش في كندا غالبية العمر لكن عشتي في البلاد طبعا سنوات جميلة جدا المشكلة بتاعتنا إن احنا مش عايزين information احنا عايزين transformation معرفش الترجمهم إزاي لكن احنا مش عايزين مزيب من المعلومات احنا عايزين معلومات جديدة أو زي ما أولادنا اليومين دول بيسموها عايزين نفارمط المحتويات بتاعت البرنامج معرفش الفارمط دي لازم تشرحها شو الفارمط دي يعني كل البيانات والبرامج اللي موجودة على الجهاز عايزين نعمل لها حاجة يعني من information يعني قصدك information هي مزيب من معلومات لكن transformation بقى أنا عايزة أشيل كله عشان أحط معلومات جديدة مختلفة كلها فيبقى إذن عندي ذهن جديد فالزهن الجديد ده نشأ ما ينفعش أنك أنت يبقى تحط القديم مع الجديد لألا هيبقى فيه فيروس يبقى واصدك الدنيا كلها أنت محتاج تعمل فارمطة للجهاز يعني تجيب كل البرامج القديمة ونعمة ربنا لما تخش في القلب زي بالصبط النور لما يخش في الضلمة خليني أوجه لك السؤال مباشرة يعني بوضوح ما هو تجديد الذهن في الكتاب المقدس طيب مدام حضرتك سألتني عن تجديد الذهن في الكتاب المقدس لازم أرجع للايه للكتاب المقدس مش كده ولا ايه رأي حددك طيب واحدة من ضمن الآيات المفتاحية أسيس نزار للتجديد الذهن هي رسالة بوليس الرسول إلى أهل رومية أصحاح 12 الآية 1 و 2 أنا أتمنى من كل قلبي طبعا لو طلعت الآية على الشاشة يبقى شيء جميل عشان المشاهدات والمشاهدين يقدروا أن هم يتابعوا الجميع نشكر ربنا الحمد لله بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة أنا الآن أؤمن أن الكتاب المقدس موحى به لفظا ومعنا في لغاته الأصلية فالآية دي بتبتدي بحرف الفاء نعم يعني إيه يا أسيس نزار ذير فور ذير فور يعني بناء على ما سبق إيه بقى اللي بناء على ما سبق لما الرسول بوليسي يقول فأطلب إليكم يعني يقول إيه بصوا للأنا قلته بما أنه بما أنه إيه بقى اللي بما أنه بما أنه هقوله لك أصحاح واحد واثنين وثلاثة دينون طلع على الخطيئة سواء كانت على اليهود أو الأمم أو اليهود أو العالم أجمع ده في أصحاحات واحد واثنين وثلاثة واربعة واحد واثنين وثلاثة أصحاح أربعة تبرير الإنسان بالإيمان أصحاح خمسة انتقال الإنسان من آدم الأول إلى آدم الأخير أصحاح ستة الموت والدفن والقيامة مع المسيح التبرير أصحاح سبعة مشكلة ماذا يحدث بعد ما أنال هذا التبرير أصحاح تمانية النصرة اللي بيعطهلنا الروح القدس نموس روح الحياة في المسيح يسواء قد أعتقني من نموس الخطيئة والموت أصحح تسعة وعشر ووحداشر وعشان ما نتخنقش مع بعض قدام الناس قدام الكاميرا هنقول اختيار النعمة ماشي عشان ما نخشش يبقى النعمة اخترتنا أظن ما حدش في كل المشاهدين هيختلف معايا أنه في اختيار والاختيار ده نعمة من عند ربنا لا نستطيع أغلق على الجميع لكي يرحم الجميع بالضبط الموضوع الكتابي ماشي الحال أنا ماشي معاك لحد آخر المشوار يبقى عندنا أصحح تسعة وعشر وحداشر هم اختيار النعمة وبعد ما يخلص كل الحاجات دي يجي يقول إيه فأطلب إليكم أيها الإخوة يعني يعني عايزوا يقول إيه بناء على الدينونة اللي الرب رفعها عننا في أصححات واحد واثنين وثلاثة بناء على التبرير اللي لناه في أصحح اربعة بناء على المعجزة اللي الرب نقلنا بيها من أدم الأول إلى أدم الأخير في أصحح خمسة بناء على الموت والقيامة مع المسيح في أصحح ستة بناء على المشكلة اللي حلهالنا في أصحح تمانية بتاعة الصراع للجسد يشاهد دروح أقاسف أصحح سبعة وبناء على الاختيار النعمة اللي الرب اختره لنا يقول فأطلب إليكم أيها الأخوة يبقى النهاردة تجديد الزهن هو استجابة لعمل الله لأجلنا وعمل الله فينا ورسول بوله زي ما حضرتك عارف أنت أستاذ كبير دايما أن الرسال بتاعتك بتنقسم إلى قسمين قسم تعليمي وقسم تطبيقي قسم يقدم فيه الفكر وقسم يقدم فيه السلوك العمل للحياة وهو بيقول المسيح عمل لكم كل شيء علشان خاطر تعيشوا حياة مختلفة حياة لا تشاكل هذا الظهر بتجديد أذهالكم فتجديد الزهن هو استجابة لعمل الله بالنعمة الغنية برأفته فينا علشان خاطر نحية حياة مختلفة بالفعل فأطلب إليكم بناء على مراحم الرب السابقة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية فتجديد الزهن بناء على عمل الله لأجلنا وعمل المسيح فينا ولكن يقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية قدموا أجسادكم المقصود أصلا أساس نظار الفكر اليوناني القديم كان بيتعامل مع الجسد بصور مختلفة فكانوا إما يزداروا بالجسد أو إما أنهم يدوا للجسد حريته يعمل زي ما هو عاش فيقول لك الجسد مش مهم وناس يقول لك لا الجسد ده اديله رغباته اديله شهواته اديله زي ما رحته ليه لأنه الروحي المهم جزء من البدعة الغنوسية بالطبع من البدعة الغنوسية لكن الحقيقة هي الكتاب المؤدس عطى تقدير للجسد فالجسد عطية من عند ربنا ويقول لنا الكتاب كمان أنه الله ظهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا ويقول لنا بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وليس أحد بيبغد جسد وقض بليقوته ويربيه فإذن النهاردة الرب نظر نظرة خاصة إلى هذا الجسد وهو بيقول الآتي فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أكساتكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عايز يقول إيه عايز يقول أن اللي ذهنه متجدد اللي فعلا في كلمة ربنا واللي الروح القدس العدسة اللي بتقرأ هذه الكلمة اللي موجودة داخل عقلنا داخل ذهننا اللي عنده هذه الكلمة المقدسة هيقدر أنه يقدم جسده ذبيحة حية لشخص الرب بالفعل اللي ذهنه مش مليان بكلمة ربنا والروح القدس مش سيد على حياته فعلا لن يستطيع أن يقدم جسده ذبيحة حية والحقيقة لما بيستخدم كلمة ذبيحة حية تعبير ما حد لشي يقدر يفهمه كتير ليه لأن إحنا عندنا إما ذبيحة أو حية يعني ذبيحة يعني مذبوح ميتة يعني عكس إيه عكس كلمة حية لكن النهاردة لما الرب يحطي كلمة ذبيحة حية يقصد إرادتكم يقصد حياتكم كلها يقصد كما كان الكاهن في العهد القديم بيقدم الذبيحة زي كلمة رسالة إبراهن فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسميح أي صمر شفاه معترب باسمه فالنهاردة عايز أقول المسيحي اللي عنده ذهن متجدد زي الكاهن اللي بيقدم ذبيحة على المذبح وهذه الزبيحة هي أكسدنا ومش مجرد أكسدنا أكسدنا لما تتحطي يعني معناته فكرنا وإرادتنا وعواطفنا وممتلكتنا وحياتنا ووقتنا وعمرنا وموهبنا يعني يقصد أن تقدموا حياتكم جملة وتفصيلا على المذبح تماما كما كانت تقدم الزبيحة في العهد القديم فكل شخص ذهنه متجدد بمعنى أنه بناءنا على معامل المسيح قبل خلاص المسيح وسكنت فيه كلمة الله بغنى والروح القدس يسكن فيه يستطيع أن يقدم أو مطالب أن يقدم جسده أي حياته جملة وتفصيلا لشخص الرب يسوع بالفعل أجسادنا أصبحت هيكل الله ويقول للكتاب فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله تمام تمام فالجسد طبعا يتكلم على أساس أنه يعني منقدم الكيان كله للرب للرب وعلى فكرة هو يقول أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية تقدموا في الأصل اليوناني جت أن تقدموا مرة وإلى الأبد يعني once and for all صيغة الجمع بالضبط وكمان جاية في صيغة الأمر أن تقدموا مرة وإلى الأبد أنت عارف طبعا في اللغة اليونانية الفعل يبقى في يبقى فعل يفعل مرة واحدة وله نتائج مستمرة اللي هو المطلق بالضبط بالضبط وده بفكرنا بكولوسي 3 تسعة وعشرة لما بيقول في كولوسي 3 تسعة وعشرة لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العطيق مع أعماله ولبستم اليديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه فهي فعل يحدث مرة واحدة وله نتائج مستمرة عشان كده في أفاسس أربعة وانا مش عارف تكون هنقدر نتطلع على شاشة لا لكن أنا واثق من ولبنا وحبيبنا اللي موجودين معنا في الكرو أنهم يطلعوا أفاسس أربعة وعشرين إلى أربعة وعشرين أنتوا أنتم لقدمتم جسدكم ذبيحة حية أن تخلعوا من جهة التصرف الإنسان العطيق الفاسد مع شهوات الغرور وتلبس الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه فهو فعل حدث مرة واحدة لكن يجب أن نحياه باستمرار وأن نعيشه في الواقع المعايش لماذا؟ لأننا بناء على عمل للرب في حياتنا أصبح لنا الكلمة المقدسة في أذهلنا والروح القدس يعمل في حياتنا فنقدم أكسادنا لشخصه الكريم المبارك كلمت عن تجديد الذهن والقصد من هذا التجديد وكمان ذكرت طبعا تقديم الأجساد كذبيحة حية وعاوز كمان في نقطين عاوز إذا ممكن تشاركنا فيهن لأنه هنا بيدمج الموضوع في موضوع العبادة عبادتكم العقلية وبعدها عاوز أسألك عن التغيير تغيروا عن شكلكم إيه الشكل اللي بيتكلم عنه إذا ممكن تشاركنا بفكرة العبادة العقلية واضح طبعا إحنا كلمنا الذهن وعرفنا دلوقتي أسيس نظام إن دلوقتي الذهن هو اللي فيه كلمة ربنا اللي بيقرح القدس ده البرنامج اللي بيقرأ كلمة ربنا جوه حياة المؤمنين وبالتالي لما أقدم ذهني إيه آسف لما بذهني يبقى ممتلئ بكلمة ربنا وأقدم جسدي تقديم جسدي بصورة كاملة وتكريس حياتي لشخص الرب بصورة كاملة مرة وإلى الأبد هو عبادتي تصدق؟ يعني أصبحت النهاردة العبادة ليست مرهونة بمكان ولا بزمان لكن أصبحت عبادتي هي الحياة المكرسة لشخص الرب بالتمام والكمال فاكر المرأة السامرية لما قات للرب يسوع تسأله بتقوله عن مكان العبادة في جرزيم أنتم تقولون في هذا الجبل وإحنا بنقول في أرشلوم وحن بنقول في جبل جرزيم فين لا 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 ده النهاردة أصبحت العبادة شيء مختلف الله روح الله روح تمام والذين يسجدون له فبالروح وبالحق ينبغي أن يسجدوا وبالتالي أصبح نهاردة اللي قدم جسده على المذبح أو قدم حياته جملة وتفصيلا فكرا وإرادة وعاطفة لأن ذهنه أصبح متجدد هو الذي يستطيع أن يعبد الرب في كل مكان وفي كل زمان ليه لأنه محطوط على الإيه محطوط على المذبح فالنهاردة أصبحت العبادة مع أهمية الكنيسة طبعا واجتماعنا مع جماعة المؤمنين والشركة معهم وإلى أخه ويوم الرب لكن أصبحت العبادة تتجاوز حدود الزمان وتعلو فوق قيود المكان أصبحت ليه لأني أنا ذبيحة حية مستمرة دائمة لأني عندي زهن مستنير بصفة مستمرة فأصبحت النهاردة عبادتي للرب في كل زمان وكل مكان ما أقدرش أقول إيه ده النهاردة هعبد ومش هعبد أصبحت حتى بيتي عبادة أصبح عملي أصبح عبادة أصبح حتى الأمور المادية أصبحت عبادة لأني ما أقدرش أجزأ حياتي على الإطلاق تبقى شغلة صغيرة وهي كلمة عقلية عبادتكم العقلية وهو يقصد بإعبادتكم العقلية إيه في بطرس الأولى أصحة 2 الآية 2 نلاقي نفس الكلمة يقولك أطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش فهنا بيشبه اللبن بالطعام العقلي ولق عقلي ده مش ضد الروحي لا العقل يقصد ضد السطحي ضد المظهري ضد التقصي ضد الأمور الخارجية عايز يقول إن ده شيء داخلي فعبادتكم العقلية زي بالظبط اللبن العقلي يقصد به الشيء المفيد الشيء المسمر الشيء الغني الشيء الداخلي الشيء الحقيقي مش الشيء الوهمي ولا الشيء الشكلي ولا الشيء المظهري الخارجي الذي لا يؤثر في الحياة وبالتالي النهاردة الشخص الذي يقدم جسده نتيجة أنه أصبح له ذهن ممتلئ بكلمة الله والروح القدس بيقرأ هذه الكلمة فيه وقدم جسده على المذبح هو شخص الذي يستطيع أن يقدم عبادة روحية حقيقية وأنه يجد للمواهب الروحية ونفس الكلمة الروحية تترجم عقلية ويجد لهذه المواهب ويجد للحياة الروحية المتزنة مع الرب بالفعل ودي بنشوفها نتيجة لتجديد الزهن اللي بيقدم الجسد كذبيحة فيستطيع أن يتعبد للرب في كل مكان وكل زمان بالفعل فإذن يعني بحسب رومي 12 بناء على كل الأساسيات الإيمانية اللي علمنا إياها من التبرير بالإيمان لعقيدة الخلاص والتبني والاختيار والتبرير وإلى آخره بما أنه بيتكلم عن تجديد الذهن بيتكلم عن الجسد المكرس ذبيحة حية مقدسة يعني كمان مكرسة وهنا بنتكلم عن العبادة العقلية مع أنه مرات بقول بالروح العبادة بالروح بالحق العبادة بالذهن المتجدد العبادة العقلية الفكر اللي ماشي مع الرب أو بيتمشى مع حسب الرب فبقول بكمل بقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم تفضل أسيس الحقيقة أسيس نصار أنت لفت نظري وانت بتتكلم لشيء مهم الرسول بقول أردت بالروح وأردت بالذهن أيضا أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا فالحقيقة الحكاية لا يوجد يعني فاصل بين الاتنين الروح القدس بيقول ذهني المستنير بكلمة الله لكي أردت بالروح مش بيقول أردت بالروح دي حاجة لوحديها لا أردت بالروح وأردت بالذهن يعني الاتنين ماشين مع بعض أصلي بالروح في محل تاني بالضبط أصلي بالروح أصلي بالذهن أيضا لا تشاكلوا هذا الظهر عايز يقول إيه رسول بولوس عايز يقول لا تقلدوا لا تماحكوا لا تتمثلوا لا تتشبهوا لا تتكيفوا لا تجعلوا سلوككم مشابها لسلوك العالم أو لا تجعلوا العالم يشكل سلوككم أنا دائما باجي أدرس ولا تشاكلوا لألا تتشكل بالضبط يا سلام إيه العبارة طب أسمحها تاني كده لا إلهي لا أقولها تاني يا أستاذ نظار ولا تشاكلوا لألا تتشكل فعلا فعلا لأن العالم عنده قوة عنده مبادئ عنده فلسفة عنده أنظمة عنده أخلاقيات عنده فإذا إحنا تشكلنا بحسب هذا العالم فنحن يعني مثل يعني عم منتمثل أو منتشكل بحسب مبدأ الشيطاني يعني ولا تشاكلوا حسب شهواتكم ببطرس السابقة في جهالاتكم بالنظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة في كل سيرة أنا دائما بقول المية زمان طبعا هي لسه لحد دلوقتي بس بعض الأماكن مش كده بنقول لا لون ولا طعم ولا رائحة إيه شكل المية أنا دائما أقول للناس اللي بدأ درسلهم تلمذة وحاجات زي كده بقول المية تتشكل بشكل الإناء فأنا لو حطيت إناء رفيع كده لو حطيت إناء مش عارف ملاول وكده لو حطيت إناء لون الإناء أحمر المية وهلون ما جاء فالماء يتشكل بشكل الإناء وكأن الرسول بقول إيه لا تجعلوا حياتكم ضمن إناء العالم العالم يشكلها لماذا لأنكم لا تنتمون إلى هذا الظهر بقول لا تشاكلوا هذا الظهر أنتم تنتمون إلى الظهر الآتي أنتم تنتمون إلى حياة الجديدة لذلك لا تدعوا هذا الظهر يتحكم في حياتكم التي تنتمي إلى الدهر الآتي لأن إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين كورينث ستانية أصحح أربعة الآية أربعة لأن إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضي لهم إنارة إنجيل مجد المسيح بالضبط فالنهاردة أنتم تنتمون إلى شخص المسيح لماذا ما هو المسيح يقول لستوا من العالم كما أنهم ليسوا من العالم يبقى النهاردة أنتم تنتمون إلى شخص المسيح لذلك لا تدعوا العالم يشكل حياتكم لكن لكن الأهم لتدعوا الداخل هو الذي يشكل الخارج أو ليكون الخارج الشكل الخارجي متصقا مع الجوهر الداخلي اللي هو الزهن المتجدد اجعلوا هذا الزهن هو الذي يشكل حياتكم للعالم هو الذي يشكل السلوك والأخلاقيات والمبادئ لكن اجعلوا الزهن المتجدد هو الذي يشكل ولا تشكل هذا الدهر وهذا التمسك في هذا العالم هو بالحقيقة هيئة هذا العالم ستزول يعني اللي حاطت كل مصادر حياتك وقوتك واموالك كل بقولك يعني والعالم يمضي وشهوته فإذن كل اللي حاطت اعتمادك عليه هذا كل فاني مؤقت فابني على أساس هقوى ابني كنز أو اصنع الى كنز في السماء عشان كده يا سيس نظار نفس الحكاية بل تغيروا عن شكلكم سلبا لا تشكلوا هذا ده بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذانكم وقصة التغيير دي في حياة المؤمن قصة جميلة جدا 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 احنا احنا محتاجين الحقيقة نركز عليها لأن احنا يمكن بنهمل الكلام عنها وبنكتفي بخلاص الطيبرير دون ما نتحدث عن خلاص التخديس الحياة المستمرة نعم فإذا لأ انت كنت عم بتكمل ولا تشاكلوا بل تغيروا عن شكلكم شو الشكل اللي بيتكلم عنه ده بيفكرني بكورينثوس التانية 3-18 رسالة بولس الرسول الى اهل كورينثوس الصح 3 الآية 18 انا اطمع طبعا ان الشواد دي انا واثق في الاصطاب بتاعك اللي حلو ده شباب زي الورد حاجة جميلة جدا اثق انهم يطلعوها على الشاشة بيقول ونحن جميع النظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآت ايه نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح وهنا اللي حقيقة ده خلينا نفكر الصورة اللي انتغير عليها بتفكرني يا سيس نظار بالكلام الجميل الحلو في سفر التكوين اصحاح واحد لما يقول نصنع نعمة للانسان على صورتنا كشبهنا وبتفكرني كمان بالاكتر وانت أستاذ العارفين لما يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء في رومية 28 تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه الثالث صورة اللي الله خلقنا عليها كانت أرواع صورة هي صورة الابن المبارك شورة يسوع والنهاردة الغرض من تجديد الزهن ومن الحياة الجديدة واوة إلى آخره أن احنا نكون مشابهين صورة الابن المبارك شخص الرب يسوع نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها عايز أحكي لك فضل أول مرة رحت فيها مونتي كارلو ما أنت عارف أنا فضلت 21 سنة بروح مونتي كارلو فأول مرة رحت مونتي كارلو كنت طبعا زي القروي الذي بهرته أدواء المدينة ومشيت على الكورنيش الجميل بتاع مونتي كارلو حاجة تحفة حكاية فبعدين من ضمن الحكايات بسيط لقيت واحد فنان والناس وقفة كده باحترام سكتين كده كأنهم يعني المهم فأتريه هو فنان بورتري بورتري يعني بيبقى صورة قدامه وبيحكيها أو يرسمها يعني فأول ما عمل كده بسيط لقيت شوية خطوط لا معنى لها ولا مغزة لأنا ما فهمت اش حاجة من هو بيعمل وقافي دماغي جملة كده قلت انا هو الرجل ده بيعمل ايه هيسوي ايه الرجل ده في الحكاية اللي بيعمله مهمة فضلت وقفة لأن الناس وقفة وطبعا الكلام ده في سري بس زي بكون الرجل سمعني شوية شوية بصيت لقيت الصورة بتتضح 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 دي نتغير الى تلك الصورة عن الروح القدس من خلال الكلمة المقدسة في الزهن الممتلئ بكلمة الله وعدسة الروح القدس اللي بتقرأ هذه الكلمة الروح القدس كل يوم بيرسم فينا خط من خطوط جمال وروعته وكمال وقداسة شخص الرب يسوع دي فكرني بترنيمة انت ما تفتكرهاش يا سيد نظار لأنك انت شاب الايام القديمة دي ما عدتش عليك لما كنا بنرنف من درس الاحد ونقول بابا وماما ما تزعلوش لسه الرب بيعمل فيه ف يعني بنقول للبابا وماما ما تزعلوش لما نغلط نسل لما نكسر حاجة لما نخبي حاجة لما نضحك عليهم في حاجة بتاع بابا وماما ما تزعلوش لسه الرب بيعمل فيه مش فاكرة بقيت الترنيمة ايه يعني لأنها كانت وانا بشرط فأنا حايزة اقول ان الروح القدس بغيرنا إلى تلك الصورة عينها إلى صورة الإبن المبارك عن طريق الزهن الممتلئ بكلمة الله والروح القدس الذي يعمل فينا كل يوم لكي نكون مشابهين صورة إبنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين والكلمة على فكرة جميلة جدا في لغتها اللي هي ترجمت في الإنجليزي metamorphosis اللي هو عن طريق الإنعكاس زي زي ما كان المسيح على جبل التجلي في إنجيل متى 17 آية 2 فتغيرت هيئته طبعا أمام محضر الله فهذا التغير هو إنعكاس نوراني بيبتدي يلمع الإنسان وفعلا يضو أكتر ويعكس صورة المسيح في حياته ويدي نفسها لمستخدمها في كونس 2 ثلاثة 18 نتغير إلى تلك الصورة عينيه طرف الكلمة دي متى مورفسيس كمان يا أسيس نزار وحيطك فكرتين بيها وانت عالم كبير وإستاذ وانا بتعلم منها في كل قاعدة لا لا دي حقيقة طبعا أنت عارف أن الكلمة دي كانت بتستخدم في دودة الأز صح عارف دودة الحرير أيوة لما كانت تخش جوه الشرنقة الشرنقة وتتغير تطلع شيء مختلف فتطلع فراشة يعني بتخش حاجة وتطلع شيء تاني تطلع حاجة تاني إنكاس خالص خالص فتتغير فنفس الكلمة متى مورفسيس هي نفس الكلمة اللي فيها نتغير إلى تلك الصورة عينيه وهذا التغير بشكل مستمر فالإنسان مدعو فعلا أن يكون في حالة التغير المستمر طبعا أنا عاوز نخذ الموضوع بشكل عملي ولكن بحب أعطي في البداية فرصة إذا عندك أي سؤال وإذا فعلا خلينا أحكيها بصراحة إذا حياتك لا تعكس صورة المسيح أنت تكلمت عن ترنيمة من زمان من زمان تعلمت ترنيمة أو يعني رنموا الترنيمة تقول يسوع يعمل منك مسيح صغير والناس لما تشوفك تشكر وتتغير بتهايق لي يمكن ترنيمة مدارس الأحد بس للأطفال ولكن هي بتنطبق كمان على الكبار لو أنت فعلا شكلك مش شكل الخارجي يعني الروحي مش عم بيعكس صورة المسيح شو رايك اليوم تدعو المسيح حتى يشكل فيك وعمليات التشكيل أحيانا مؤلمة نوعا ما ولكن الله بيجعل الصورة الحلوة مثل مايكل أنجلو النحات اللي نحت موسى والأعتقد هو اللي نحت تمثال موسى قال له أنطق لأنه بيجيب حجر وبيبطل يشكل فيه بالإزميل والشكوش يمكن الله عاوز يشكل حياتك من خلال الألم ولكن حتى تكون الصورة الحلوة اللي الله عاوزك تكون الشهادة الحية إذا محتاج لمساعدة روحية إحنا منحب فعلا نكون معك خليك معي سأعود بعد هذا الفاصل حتى نستكمل حديث الطيب الحلو مع الأسيس رضا عدله موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا عن تجديد الذهن ولكن فعلا موضوع كتير كتير حلو نتمتع بالحديث الجميل مع الأسيس رضا عدله وطبعا التركيز هو على رسالة روميا الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى والآية الثانية وشفنا الكتاب يتكلم عن تجديد الذهن وبيتكلم عن الجسد المقدس المكرس كذبيحة حية وتكلمت عن العبادة العقلية هي العبادة الروحية فيها خدمة روحية لذبائح روحية مقبولة مرضية عند الله وكمان اتكلمنا عن التغيير هنا التغيير تكلمنا مثل حلوة تشبيه اللي كلمته عن الدودة دودة القز اللي هي بتخرج فراشة جميلة جدا ولا تشاكله لألا تتشكل بل تغيروا عن شكلكم وهذا التغيير أنه أن نصل إلى تلك الصورة عينها صورة يسوع المسيح هنا بقول طبعا بعد كل هذه الأربع أمور بتهيئة اللي ذكرتها لتختبروا إيه الرسالة اللي عاوز نوصلها أولا المقصود بكلمة تختبروا مش الاختبار بتاع يعني يقول واحد يقول اختباره لا لا اختبار كنتيجي هون ايه بالضبط وهي كمان في الترجمات الإنجليزية بمعنى اللي تميزه ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة أنا عيشت طول عمري أساس نظار بقالي دلواتي حوالي خمسين سنة في الخدمة أنا تخرجت في كلية اللهوت سنة أربع وسبعين يعني حوالي خمسين سنة وفي سؤال دايما أتسئله في كل حتة روح وحضرتها كمان أكيد بتتسئله وأكيد كل الخادم بيروح وشعب كنيسة بيسأله إزاي أعرف إرادة ربنا الحياتي مش بتنسيه للسؤال ده كيف أختبر إرادة ربنا أنا دايما أغير السؤال وأقول كيف تختبر لأن دايما إزاي أعرف دي واحد قاعد كده وعايز طبعا ربنا يقدر يعني كل لكن أنا دايما أقول إزاي تختبر يعني إزاي تميز إزاي تميز دي يعني واحد عنده الداتة موجودة وإحنا عندنا الروح القدس موجود في حياتنا بيشدنا إلى كل الحق ويذكرنا بكل ما علمنا شخص الرب يسوع به ومن خلال الكلمة المقدسة وعمل الروح القدس فينا وتقديم حياتنا ذبيحة حية لي وإعبدتنا المستمرة لي كذباء حية نستطيع أن نميز يعني عندنا أن نميز صوت الرب من بين الأصوات الكثيرة بالضبط عندنا أصوات كثيرة جدا 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 لكن من خلال هذه الحياة اللي لها الذهن المتجدد نستطيع أن نميز ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فأنا عشان كده عايز أقول لكل واحد النهاردة بيسأل السؤال إزاي أعرف إرادة ربنا الحياتي السؤال المهم هو إزاي تميز والرب بيقول كده خبر بالضبط خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطي لأنها تعرف صوت الراعي تميز صوت الراعي ولا تسير وراء الغرباء لأنها لا تعرف صوت الغريب وبالتالي الفكرة يعرف صوت ربنا إن شاء أحد أن يعمل ما شئتها ويعرف التعليم يروح لكلمة الله يطلب مشيئة ومشورة الروح القدس لكن قبل كده عليه أن يقدم حياته مكرسة عليه أن يعبد الرب كسلوب حياة دائم وعليه أن يطيع شخص الرب بالفعل وعندئذ يستطيع أن يختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من هنا نستشف أو يعني نشوف الكلمة أنه هي إرادة الله صالحة إرادة الله كاملة وإرادة الله مرضية فالسؤال كيف أختبر هذه الإرادة الحقيقة اختباري لهذه الإرادة بيختلف مع وجود أساسيات لا نختلف حولها فإرادة الله نمر واحد الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هذه إرادة الله يقدم الإنجيل لكل الناس والروح القدس يعمل وإلى آخره يبقى أيضا نهارضا علينا أن ندرك هذا نمر اتنين إرادة الله قدستنا نعم الله يريدنا أن نعيش حياة مقدسة في عالم ممتلئ بالنجازة لذلك من فضلك لو في تجربة تختص بالشهوات تختص بالجنس تختص بعلاقات مشبوهة تختص بأموال غير صحيحة تختص بأمور مختفية أو إلى آخره إرادة الله قدستنا نمر الثلاثة علينا أن ندرك أن إرادة الله تتفق مع كلمة الله لا يمكن بأي صورة من الصور أن إرادة الله ستختلف مع الكلمة المقدسة علينا أن نلجأ إلى كلمة الله ونطابق ما يمكن أن نراه من أمور مفتوحة أو من ظروف متاحة أو من قرارات يجب أن نتخذها في طوء الكلمة المقدسة شيء آخر علي أن أختبر إرادة الله أو أن أعرف إرادة الله من خلال الظروف المحيطة الأسرة واحدة من ضمن الأمور التي أعطاها الرب لي ولك لكي يمكن أن تكون سبب دعم وسبب إرشاد وسبب قوة لذلك علينا أن نضع الأسرة في الصورة كمان المشيرين الروحيين أطيعوا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحياة هذه بعض الأمور التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار بالإضافة طبعا لاستخدام العقل وتخدير الصنوح إرادة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس بالضبط كده فدي بعض الأمور الأساسية التي تساعدنا لكي نسلك في مشهورة الرب وفي إرادة الرب باستمرار عشان نحتوي الموضوع السيس رودا لأنه ذكرنا نهارا موضوع في غاية الأهمية في الثلاث دقائق اللي باقي قدامنا في روميا 12 الآية الأولى الآية 2 بيتكلم عن تجديد الذهن لتختبر ما هي إرادة الله فإيه الرسالة اللي إحنا عوزين نوصلها من خلال تجديد الذهن من خلال تقديم الأجساد من خلال العبادة من خلال التغير في محضر الله وأن لا نتشكل بحسب العالم حتى نختبر إيه الرسالة اللي ممكن إحنا نوصلها أسيس نزار أنا كتبت بعض الأسطر عشان أكون ملخص في كلامي في رسالة هامة جدا فالكلام المرسل مفيد لكن أنا كتبت كمان بعض العبارات اللي أستأذن حضرتك أني أنا أقراها كتلخيص لموضوع تجديد الذهن اللي تحدثنا عنه في هذه الحلقة من ليكن نور زي ما كنت ترجمة لرومية 1 و 2 يعني رومية 12 و 1 و 2 بناء على ما سبق أتوسل إليكم أيها الإخوة بالنظر إلى مراحم الله أن تقدموا له أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مقبولة عنده وهي عبادتكم بعقل ولا تتكيفوا مع هذا العالم بل ليكن لكم الشكل المختلف المبني على تغيير داخلكم برحمة الله بتجديد أذهانكم لتميزوا ما هي إرادة الله الصالحة المقبولة الكاملة لأننا برحمة الله قد خلصنا من دينونة هذا العالم وتبررنا وتقدسنا وتمجدنا فنحن تحت التزام أن نقدم أكسادنا و عبادتنا وسلوكنا بشكل يليق بالداخل بتجديد أذهاننا بعمل نعمته فينا باختصار شديد الرب عمل عجيب جدا 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 كما نقرأ في رومية من 1 إلى 11 وبناء على ما عمله الرب لأجلنا وما يعمله الرب فينا علينا أن نقدم أكسادنا ذبيحة حية و عبادتنا كذلك ولن يكون هذا و شكلنا المختلف الذي يتفق مع داخل حياتنا الجديدة ولن يكون هذا إلا بتجديد أذهاننا بكلمة الرب الساكنة فينا و عمل الروح القدس الذي يقرأ هذه الكلمة والشخص الذي يشاهدك أي النصيحة الأخيرة التي يمكن أن تقدمها لأله النصيحة الأخيرة التي أحب أن أقدمها لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون و منذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية اقرأ الكلمة ادرس الكلمة لا تكذب على الروح القدس لا تحزن الروح القدس لا تطفئ الروح القدس فالروح القدس هو الله الروح القدس والعدسة التي سوف ترى بها الكلمة التي ستغيرك لتصبح على صورة المسيح على صورة المسيح عينها أسيس رضا لا يوجد كلمات أعبر فيها عن شكر ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويستخدم وتكون يعني كما عهدنا أنت تنفق وتنفق وأنت مستثمر لملكوت الله والرب عم بيستخدمك في كل مكان ربنا يحميك ربنا يباركك وربنا يكمل عمله في حياتك ويعطيك الشباب والطاقة كما عهدناك ربنا يباركك وشكرا كتير أسيس رضا خلينا اقتبس آية في الختام مكتوب لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية أما الأمور التي لا ترى فأبدية ركز على الأمور الأبدية هذا العالم فاني رح ينتهي بعد قليل سينتهي كل شيء ولكن هل أنت في علاقة مع الإله الحي من خلال الرب يسوع أتمنى من كل قلبي أطلب يسوع الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر